موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أحبتي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي لا إكره في هذه الحلقة سنقف عند مناسبة هذه المناسبة ستأتينا في قادم الأسابيع والأشهر إنها زيارة الأربعين والحديث هنا ليس على أصل الزيارة إنما الحديث عن مؤتمر خاص بهذه الزيارة وأنتم تعلمون مناسبة ضخمة كزيارة الأربعين لا شك تحتاج إلى اهتمام كبير خاصة وأنها باتت حدثا عالميا المؤتمر الدولي العلمي الثاني لزيارة الأربعين هذا المؤتمر أهدافه غاياته الرؤية التي يمتلكها رسائل هذا المؤتمر كيف نتعاطى مع هكذا مؤتمر هل تمت حضور من خارج العراق طبيعة الحضور من داخل العراق المخرجات المتوقعة لهذا المؤتمر شعار هذا المؤتمر عديد هذه الأسئلة سأطرحها أيها الأحبة في الاستوديو مع ضيفية العزيزين الأستاذ المساعدة الدكتور ثامر مكي علي مستشار في مركز كربلاء للدراسات العتبة الحسينية حياكم الله أهلا وسهلا بك دكتور أيضا أرحب بجنام الأستاذ الدكتور فيصل غازي عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر أهلا ومرحبا بكم أهلا وسهلا وسهلا حياكم الله أقف ابتداءا عند هذا البروشور هذا الفولدر التعريفي بالمؤتمر وتحديدا أقف عند الشعار المؤتمر قبل أن ألج إلى الرؤية والرسالة والأهداف طبعا شعار ملفت للنظر الشعار يقول زيارة الأربعين نحو مقاربات عالمية للإنسان والحضارة لقف ابتداءا عند هذا الشعار دكتور بداية حديثي أشكر القناة العراقية على استضافتها أشكر حضرتك دكتور ناجي قبل الدخول في شعار هذا المؤتمر سبق هذا المؤتمر سبع مؤتمرات دولية أقامتها العتبة الحسينية المقدسة وطبعا بإشراف العتبة الحسينية وبإشراف المتولي الشرعي للعتبة الحسينية الشيخ عبد المهدي الكربلاء وتنفيذ هو من مركز كربلاء للدراسات والبحوث بمعية مجموعة من الجامعات العراقية والكليات الأهلية إحنا كإجراءات للمركز سبقت هذا المؤتمر إجراءات عديدة للتحضير لهكذا مؤتمرات ابتدأها المركز بتشكيل أو تأسيس مجلس أكاديمي من 14 جامعة حكومية عراقية بالإضافة إلى كليتين أهليتين التي هي الصفوة ووارث الأنبياء دكتور يعني قفزت بي مباشرة إلى قلب المحيط قبل أن نتحدث عن هذه التفصيلات يعني الآن أنا كمتلقي عندما يأتيني هذا البروشور مباشرة يثيرني الشعار زيارة الأربعين نحو مقاربات عالمية للإنسان والحضارة لماذا هذا العنوان؟ لماذا هذا الشعار؟ ما صلت هذه المقاربات بين الإنسان والحضارة في مؤتمر أو لمؤتمر يتحدث عن زيارة الأربعين؟ دعنا ثم ننتقل إلى التفصيل نحن طبيعة مؤتمر كل مؤتمر قيمة نضع إليه شعار هذا المؤتمر الذي سيقام في صفر 1446 هجرية آب 2024 يحمل هذا العنوان الذي هو نحو زيارة الأربعين نحو مقاربات عالمية للإنسان والحضارة طبعا رأية المؤتمر هي تقوم على بيان أهمية المشروع الحضارة للزيارة الأربعينية هذه زيارة على المستوى النخبوي والشعبي والجماهي سواء كان محليا أو عربيا أو دوليا طبعا تعرفون أن زيارة الأربعينية تحمل هذه المنظومة منظومة القيمة الإنسانية العليا تحمل بها الكثير الكثير من القضايا وتتجسد طبعا في خضم هذه الزيارة الكثير ويعني يعتبر مشروع نهضوي متكامل في ظل التحديات اللي يواجهه ليس العراق وإنما العالم بيشك طبعا جوانب الفكرية وغيرها من هذه التحديات اللي اتناولناها طبعا في مؤتمراتنا السابقة وسنتناولها طبعا في مؤتمرون خلال منها إذا كان يحضر في ذاكرتك الشعار للمؤتمر السابق العام الماضي نعم ماذا كان الشعار؟ وماذا يقترف عن الشعار هذه السنة؟ طبعا مؤتمرنا السابق إحنا كان هو أصالة القيم وعنوان الحضارة أصالة يعني تم تماهن ربما يعني هي عناويننا دائما وشعاراتنا هي تكملة للمؤتمرات السابقة طيب في كل مؤتمر مثلما أنه هناك شعار وثيمة للمؤتمر نحاول نربطها ببعض المشاكل مثلا نتواجه العراق أو تواجه العالم ونبدأ نضع على ضوءها المحاور ونناقشها فيها أيضا نقف عند هذه المسألة وهذا الشعار دكتور فيصل يعني ربما سأل يسأل ويقول ما علاقة زيارة الأربعين بالإنسان والحضارة ولكن إذا أرجعناه إلى الغاية من كربلاء بأكملها نجد أن الغاية الكبرى هي بناء الإنسان وأن يكون للإنسان مشروع هذا المشروع من خلاله يبني الحياة ويقربه إلى الله لا بأس من إضاءة أكثر شكرا جزيلا دكتور حياكم الله حياكم الله حيا الله للمشاهدين الكرام وهذه القناة المباركة لتاحة هذه الفرصة لاستعراض مبادئ عامة عن هذا المؤتمر المهم مؤتمر الزيارة الأربعينية بإدارة مركز كربلاء للدراسات والبحوث في نسخته الثامنة حدث عالمي مهم شهدنا العام الماضي نسخة السابعة حضور شخصيات كثيرة وعالمية من مختلف دول العالم فضلا عن اشتراك أغلب العراقين نحن كباحثين علميين متخصصين من مختلف الجامعات العراقية من الجنوب إلى الشمال هذا المؤتمر باعتبار العراق جغرافيا العراق جغرافيا متميزة فكذلك أي أحداث أي حدث يصير به مثل الزيارة هذه يعني لو كانت هذه الزيارة في أحدى دول العالم الأخرى ما أتوقع رح تكون بهالأهمية هذه العراق صاحب أثمن موقع جغرافي بالعالم نعرف احنا الحضارات العراقية القديمة كانت يعني من يملك بغداد يملك الرياح الأربعة والجهات الأربعة فتتدفق حتى احنا عدنا المدرسة المستنصرية للاحظها يعني على المذاهب الأربعة والجهات الأربعة معناها كان أكو تدفق بشر هائل منذ قديم الزمن وليس فقط وليد هذه اللحظة نحاول احنا بالمؤتمر استثمار هذه الزيارة طيب دكتور قلتم قبل قليل الزيارة الأربعين حدث عالمي مهم لذلك من الأسباب التي دعت مركز كربلاء للدراسات إلى إقامة هكذا مؤتمر عالمي هو أهمية وقيمة هذه الزيارة وما تحتويه من مبادئ ومن قيم ولكن ربا سأل يسر ويقول هذا الوصف حدث عالمي من أين جاءت العالمية هل لأنكم دعوتم أشخاص من خارج العراق من قرارات متعددة بات هذا المؤتمر عالميا أم أن طبيعة ما سيناقش طبيعة المرتكزات التي تحتويها زيارة الأربعين بين طياتها هي ما جعلتها عالميا أحسنت لو تتبعنا للعصر الحديث قبل مئة سنة بغداد حكمت العالم التاريخ يقول ستمائة سنة لكن بعد دراسات الأركولوجيين أتوقع هي أكثر تمام هذه عندما تروى في المرويات أنه عندما كانت تمر الغيمة من سما بغداد يقول لها الخليفة العباسي أمطري أي ما شئتي فإن خراجك إليه هذا يدل على أنه العالمية هي قديمة وليست حديثة الموضوع لا يخص يعني ممكن أن نقول أن الحدود الجغرافية للعراق الآن تذوب بهذه الزيارة الأربعين لطيف هذا المعنى الحدود الجغرافية تذوب الكل يعلم العراق بلد مسكون في المعتقد والدين والتأريخ وبالتالي جزء من التأريخ أو علامة فارقة في التأريخ ومثابة عليا ما يتعلق بالإمام الحسين وهي كربلا وعاشراء وزيارة الأربعين دكتور ثامر الآن نليج إلى تفاصيل هذا المؤتمر نبأس أن نعرف ابتداء ما الغاية من عقد هذا المؤتمر أحب أضيف إلى الدكتور فيصل حول عالمية المؤتمر طبعا شقا بها عالمية المؤتمر هي طبيعة الوفود التي تأتي إلى كربلا لأداء الزيارة حسب إحصائية بسيطة العام دخل العراق أكثر من 150 جنسية أجنبية للزيارة القضية الأخرى هي طبيعة الوفود التي يشارك في المؤتمر العام يعني الماضي في المؤتمر العام يعني أكثر من 14 دولة شاركت يعني شاركت في هذا المؤتمر من أوروبا ومن أميركا ومن آسيا طبعا وأفريقيا لذلك العالمية ترتبط هنا بطبيعة الزيارة وبطبيعة الوفود التي شاركت فيها بالنسبة لمؤتمرنا كرسالة المؤتمرية المركز يراها أنه هي فرصة يعني فريدة ومناسبة لجمع يعني العقول والكفاءات و لاستكشاف أبعاد زيارة الأربعين المليونية هذه الزيارة المليونية التي يلجها طبعا الكثير من الناس سواء داخل العراق إقليميا أو عالميا أبعادها الدينية أبعادها الروحية أبعادها الإنسانية كذلك تأثيراتها تأثيراتها الثقافية الاجتماعية تأثيراتها على الإنسان على التطور الحضاري على المستوى العلمي على جميع المستويات والصعود لذلك من هذا المكان ابتدأت رؤية المركز في عقد هكذا مؤتمرات نوعية يعني أساسها رصانة العلمية ومن ثم يعني بعد عقد مجموعة من الاجتماعات مثل ما بداية حديث أنه تشكيل هذا المجلس الأكاديمي اللي يضم مجموعة من الخبراء وإساتة الجامعات وضعنا مجموعة من الأهداف اللي راح نناقشها في المؤتمر حتى هذه الأهداف يعني بعد ما أنه نستكتب باحثين أو ننشر هذه البروشير للجامعات العراقية وغيرها ويقدمون بعض الباحثين مثلا أبحاثهم نضع بعض الحلول والعلاجات لبعض المشاكل اللي يصير مثلا في يعني الزيارة الأربعين يوم طبعا هننخليها إلى صاحب القرار حتى يتخذ يعني نأتي لاحقا إلى أهداف نعم المؤتمر ولكن عندما يكون هناك أكثر من 14 دولة تشارك في المؤتمر على سبيل المثال باللحظ النسخة السابقة نعم كل دولة ربما تبعت بها خمسة أو ستة باحثين لا نعلم بفونها ولكن هناك أدمغة جديدة وعقول جديدة ربما تتعاطى مع زيارة الأربعين تعاطن يختلف عن الباحث العراقي نعم هل لمستم أن هؤلاء الباحثين الذين جاءوا من خارج العراق تعاطوا مع زيارة الأربعين من زاوية نظر جديدة هل لديهم إضافات جديدة حول زيارة الأربعين من حيث البقاصب من حيث الرؤية من حيث الأهداف علق في ذاكرتكم شيء نوع من الفرق بالفعل يعني سأوضح يعني إشارة العام الماضي تم دعوة مخرج آلمي يعني من هولندا فرانكين ومصور عالمي أيضا اللي اسمه خلية اسمت وطبعا بناء عن وجهات النظر اللي يمثلها المركز والعتب الحسيني سوف إن شاء الله يتم يعني خراج فيلم سينمائي عالمي يبث يعني في العالم وفي أوروبا طبعا العام فيلم توثيقي أو دراما نعم دراما يمثل ملحمة الطف وطبعا زيارة الأربعين طيب إنتاج العتبة العتبة نعم إن شاء الله العتبة الحسينية بمساعدة ساندرو فرانكين اللي هو المخرج وكذلك المصور العالمي اللي هو خيلية اسمت يعني بالإمكان الآن أن يأخذ البرنامج السبق صحفي ويقول إن شاء الله الحسينية بالاتفاق مع مخرج عالمي هولندي نعم زارنا المركز زارنا العام وحضر والآن موثق صورة يعني بالإمكان أن يكون هناك فيلم عالمي طبعا كانت هناك مفاضلة لأكثر من مخرج وتم اختيار لأعماله وإنجازاته وتم إن شاء الله وإن شاء الله هذا العام أيضا سندعوه طبعا رأى بأم عينه مشاهد زيارة الأربعين توافد الزوار وطبعا تم الاتفاق معهم إن شاء الله إذن دعني الآن أسوق هذه البشرة إلى كل زوار الإمام الحسين عليه السلام والذين لديهم اعتقاد بالطف وكربلا والإمام الحسين عليه السلام أننا إن شاء الله مقبلون على مشاهدة فيلم كبير عالمي يتحدث عن زيارة الأربعين وعن الطف طبعا الفيلم سينتج من قبل العتبة الحسينية ومن قبل مخرج عالمي هورندي وكادر عمل محترف جدا هذا السبق ينفرد به برنامج لا إكراه وشبكة الأعلام العراقي وقلات العراقية تحديدا نعم دكتور تفضل أكمل بالإضافة إلى الكثير من الشخصيات اللي زارتنا طبعا بفضل الدعوة اللي قدمتها العتبة الحسينية يعني احنا من نتكلم بالجانب الطائفي أو من كل الأطياف ومن كل الجنسيات تم دعوتهم وبالفعل الجزء منهم الكبير كان يزور العراق لأول مرة ويزور كربلاء للمرة الأولى لطيف يعني دكتور أنتقل دكتور فيصل غازي ليحدثنا عن مسألة العلوم التطبيقية يعني هذه مسألة لا أعلم أثارتني جدا ولكن ما الذي يضيفه أو ما الذي تحسنه العلوم التطبيقية في تجربة الزائرين إلى الإمام الحسين عليه السلام أسمع منك الإجابة بعد أن نخرج بفاصل قصير لو سمحت أحبتي المشاهدين فاصل قصير أول ثم نعوده إليكم قضية الصوت ووصول المعلومة وحل المشكلة هي مواجهة بين المواطن والمسؤول ملفات تهم الناس وخدماتهم هي الأساس محافظات كلها رجعة وموظف فيهم يعني ذك تابعة قضيات نحن سبينها يعني أول نحن نريد الاستحداث من وزارك المال صوت حر هو جسر تواصل بين المواطني والمسؤول الجهل المقدس واحد من الإشكاليات طبيعي جداً أن تتخلف أمة كيف نميز ما هو وعي وما هو مفكر فيه وما هو معبور التخلف هو التأخر عن الآخر استهلاك فقط للأفكار بالتالي رح تقول يعني مستوى الوعي اللي عنده ليس وعياً حقيقي عندما تقول أنا لن تأخذ حقك عندما تقول نحن ربما تبلع حقك وحق الآخر من جديد حياكم الله أحبتي المشاهدين إلى الجزء الثاني من هذا الحوار في برنامج لا إكراه لمن فاته متابعة الجزء الأول تحدثنا وعلى نحو المكثف عن المؤتمر الدولي العلمي الثامن لزيارة الأربعين هذا المؤتمر الذي تقيمه العتبة الحسينية في الأشهر القادمة إن شاء الله وتحت شعار زيارة الأربعين نحو مقاربات عالمية للإنسان والحضارة مع ضيفي العزيزين الذين أجدد لهم التحية الأستاذ المساعدة الدكتور ثامر بكعلي حياكم الله مرة أخرى والأستاذ الدكتور فيصل غازي عضو النجلة التحضير المؤتمر أيضاً حياكم الله وأهلاً ومرحباً بكم البداية معك دكتور فيصل تحسين تجربة الزائرين في سياق العلوم التطبيقية يعني مسألة بحاجة إلى إضاحة أنا عندما اطلعت وخلف الكواليس تحدثنا أنا وأنت ولدت عندي أكثر من علاوة الاستفام حول العلاقة بين تجربة الزائرين وبين العلوم التطبيقية تفضل شكراً جزيلاً دكتور حياكم الله نعرف أحنا الموارد الآن هي الموارد البشرية رقم واحد بالنسبة لموارد الطبيعية وأي موارد أخرى الزيارة المليونية الأربعينية بها طاقة بشرية كبيرة جداً لا ننظر إلى الجانب الاستهلاكي بقدر أنه هي مورد مورد من البشر مورد من الأشياء كثيرة أخرى بيانات هائلة جداً هذه البيانات هي فرصة للباحثين لتحليل وتنظيم وتطوير التطبيقات الخاصة بتنظيم الزيارات المليونية طبعاً هذا المؤتمر ليس فريد في العراق توجد مؤتمرات دولية كثيرة في اليابان وفي إنجلترا وفي معظم دول العالم مخصصة لقضية تنظيم حركة الحجاج أو الزائرين انطلقت الفكرة بالتوصيات المؤتمر في النسخة السادسة إنه يجب أن يكون هنا دور للجامعات ودور للباحثين في الاشتراك بتنظيم الزيارة واستثمار هذه الزيارة بالحقيقة كان في النسخة السابعة بدينا نشتغل قدمت بحوث للمؤتمر تم نشر بعضها في مجلات عالمية والبعض الآخر تبنت مجلة الأربعين اللي هي إحدى نتاجات المركز المهمة طبعاً إن شاء الله إذا صار فرصة نتكلم عنها في نشر البحوث باللغة الإنجليزية واللغة العربية في النسخة الثامنة الحالية إن شاء الله هذه المجلة مختصة فقط بنشر البحوث المشاركة نعم هي البحوث الاجتماعية لكن أكو بها جنب اللي هي Geographic Information System تمام يعني تتيح للباحثين أن يقدمون أفكارهم ورؤاهم من خلال المجلة وهي مجلة علمية محكمة ومعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإجراءاتها رصينة جداً في نشر البحوث جميل نعرف إحنا الآن دول العالم تتطور من خلال العقل البشري يعني تايوان تايوان جزيرة صغيرة في البحر لا تمتلك ونفط لا تمتلك أي موقع باستثناء العقل البشري طيب وآآن يدر عليها هذا العقل قصدي إحنا أمام كتلة مليونية من البشر ومن مختلف بقاع العالم ليست فقط من العراق يعني الزائرين من العالم نسبتهم تقريباً العام صارت أحصاياً نسبة 30% من مجمل الزائرين يعني إذا كان عندنا 20 مليون فإحنا عندنا 3 مليون أو أكثر إلى 4 مليون 25% أكثر غير عراقين تمام هذه هنا طبعاً الباحث رح يجي ينظر إلى هذه البيانات وهذه المعلومات التي تنتج عن إحنا نحتاج إلى أدوات لكيفية قراءة هذه البيانات تمام ونحتاج إلى أنظمة لتحويل هذه البيانات إلى معلومات ونحتاج إلى أنظمة متخصصة لتطوير هذه المعلومات إلى نولوج معرفة وبالتالي حصل على نماذج تنبؤية بما مثلاً ستكون في المستقبل طيب يعني يعني التحصيل حاصل يوجد لديكم بنق معلومات خاص بزيارة الأربعين من خلاله يتم إعطاء كل باحث لديه باحث لديه رؤية يريد أن يجعلها على السكة الصحيحة بالإمكان أن يسترد إلى بنق المعلومات هذا نعم أي المعلومات صحيحة نعم صحيح مركز كربلا يمتلك هذا البنق من المعلومات ومتاح مجاناً للباحثين طيب وأيضاً يساعد الباحثين في توفير الأجهزة التي تتطلب قراءة بيانات من نوع آخر طيب نأتي إلى هذه المسألة اللاحقة اللي أتمها دكتور ثامر فيما يخص الأهداف المرجوة من المؤتمر قلنا نرجع الحديث عنها تفضل طبعاً أهداف المؤتمر كثيرة أولها هو السعي إلى التعريف بهذا التجمع الدولي العالمي طبعاً بأهمية الزيارة الأربعينية نعم طبعاً زيارة الأربعين المليونية تراث ثقافي ليس للعراق فحسب بل هو نقدر نقول عليه هو تراث إسلامي وأصبح عالم لذلك ندعو المهتمين بهذه التجمعات للتعرف عن هذه الزيارة عن قرب وبالفعل دعائنا الكثير من الأساتذة من العلماء وغيرهم حتى يروا بأم عينهم عن قرب هذه التجمعات هذا الهدف الأول قبل أن نغادر الهدف الأول هل لمستم وفقاً لاستبياناتكم أنه حققتم تقدم ملموس من خلال متابعة آراء وأفكار الزائرين الذين اشتركوا بالزيارة كان لديهم رأي قبل الزيارة ثم أصبح لديهم رأي آخر بعد الزيارة هل لمستم أن هناك تقدم ملحوظ بالفعل يعني من كثير من الإشارات أحد الباحثين احنا دعونا يعني في عام 2016 2017 الآن يعني ينوي المجيء إلى العراق على الرغم أنه الدعوة الأولى كانت أنه كان متخوف الآن هو يدعونا أنه ندعي مرة أخر يعني مرة ثانية حتى يحضر لها النقطة الثانية البعض اللي زاروا المركز ودعيناهم في مرات سابر يعني على سبيل المثال مثلاً سابرينة ميرفن بعد دعوتها أول مرة الدعوة الثانية كانت تحمل مره هذه السيدة طبعاً تدريسية في جامعة السوربون في فرنسا نعم واللي بمساعدة المركز أيضاً أخرجت فيلم وتم عرضه أيضاً في بغداد في السفارة الفرنسية وحضرناها على رومهو ومن بساطة إلا أنه أتت مع الزائرين مشياً من النجف إلى كربلا ووثقت الكثير من يعني المواقف يعني إشارات أنه كثالك التصريحات اللي بدأ يطلقها الكثير من المشاركين يعني كمالاً لما تفضل به دكتور أحد المشاركين هو من الجبل الأسود طبيب وزار المركز وزار كربلا لأول مرة يعني بالنص أكد أنه مثل هكذا تجمعات مليونية تحتاج أكثر من المليون يعني على الأقل مليون شخص لتنظيم وترتيب هذه التجمعات كيف أنه رأى يعني كان يسألنا أنه هل هناك نقول أنه كلها عمال يعني هاي جزء من العمال التطوعية شباب يافعين البذل الكرم كيف يعني كله كان بشكل عفوي وتطوع لذلك حاول ينقل ويصور ما كان يشاهده في كربلا إلى الفضاء الخارجي اللي هو كان إذن الهدف الأول متحق نعم الحمد لله وبشكل كبير هدف آخر الاهتمام بالدراسات اللي يتخص الزيارة الأربعينية والتوثيق خصوصا تاريخ العراقي يعاني من قلة التوثيق نعم لذلك المركز والعتب الحسينية بفضل جهود الباحثين العراقيين وغيرهم أنه يعني منصة علمية لتوثيق هذه الزيارة وبالفعل الآن مثل ما تفضل الدكتور لدينا سبع نشرات إحصائية في كل مؤتمر بعد زيارة الأربعين نصدر نشرات إحصائية تخص زيارة الأربعين لكل موسم يعني هذه النشرات يعني سبعة بماذا تختص كل سنة طبعا كل مؤتمر بعد انتهاء إحصائيات عن عدد الزائرين الداخلين للعراق عبر منافذ العراق كلها من المنذرية الشلام شمني ديالة وكل هذه المنافذ عبر المطارات العراق من بغداد النجف هذا الجال المواكب عددها المواكب المحلية المواكب الأجنبية ماذا يقدم كم عدد الوجبة وصلنا حتى كم يصرف هذا المواكب كم عدد يعني كم وجبة يوزع مجانا باليوم تمام على طيلة كم يعني كم إمكانية هذا المواكب يعني مبيت الزائرين والخدمات اللي يقدمها المستشفيات الطبابة المستصفات الصحية الأدوية كلها يعني إحصائية شاملة وهي بالفعل الآن أصبحت مصدرا مهما لكل من يريد الكتاب عن زيارة الأربعين نكمل الأهداف ولكن بعد عودتي إلى جناب الدكتور فيصل يعني فيما يخص العلوم التطبيقية من الجميل جدا يعني وجدتك تضرب أكثر من مرة مثال في الجغرافية وثربت ربطا جميلا من الجميل جدا أن يكون لدى الزائر على سبيل مثال بروشور مشابه لهذا وهذا البروشور مثلا يعكس خارطة خروج هذا الركب ركب الأربعين على سبيل المثال من كربلا إلى الكوفة إلى الشام ثم العودة لا بأس أن أعرف هل يوجد مثل هكذا جهد حقيقي على سبيل المثال هل يوجد أو مشابه نعم مركز كربلا أكف على تتبع منازل الإمام الحسين عليه السلام تمام من خلال أجهزة مختصة بالتحسس النائل اللي هي مثلا جهاز الجي بي آر من ابتداء من كربلا ووصولا إلى أقصى نقطة داخل الحدود العراقية طبعا توثقت هذه المعلومات وهذه معلومات متاحة للباحثين اللي يحب أيضا يستفاد من عدها في توثيق بحوثه وأفكاره يعني إحنا مثلا الآن عدنا نطلع من كربلا باتجاه منطقة الحور ونزل باتجاه حصن الأخيضر اللحظ فتشي اللحظ أكو ممر اللي هو يسمه ممر الحج الطبيعي البري العفو ذاتري تتوجه إلى السعودية هذا هو الممر الأسلم والأنسب حصن الأخيضر عندنا كنيسة لقيسرين اللحظ أكو آثار على جانبي هذا الطريق فيبدو أنه السالكين من جهة الغرب يمرون بهذا الطريق طبعا هذا الطريق يوصل أيضا إلى طريبيل وإلى سوريا والأردن نحتاج إلى وقت أكثر إلى جهد بحثي ليس بالهين لوضع اللمسات إحنا مثلا واحدة من الأشياء اللي نجح بها المركز إدخال هذه الشعيرة شعيرة الأربعين في ضمن اليونسكو لكن طبعا أكو يعني يعني صيغة الإدخال يعني مثلا مناسبة فيها أكثر عدد من الناس تستوجب طبعا مناسبة ترتبط بالمعتقد ترتبط بالتاريخ ما وجه اعتمادها في اليونسكو يعني إحنا مثلا سنعرف الحج إلى مكة والمدينة يعني يتراوح بين مليونين إلى ثلاث ملايين في أقصى حالاته بينما في العراق هذا الرقم يتجاوز إلى عشرين مليون هذه أولا وثانيا لاحظنا أو لاحظت اليونسكو أن هذا يعني تجاوز نحن نسميه منظومة قنس للأرقام القياسية نعم وهذا الحدث عفوي هذه الأرقام الكبيرة صعب التنظيم يعني لا يمكن حتى لمجموعة الدول أن تنظم عملية طيب فيما يخص اليونسكو هل يوجد قرار صريح في هذا الموضوع الفقرة في قرار يوجد نعم نعم هذا أيضا طيب ولكن يبدو أن هذه المسألة لم تأخذ حصتها من الترويج وتسليط الضوء الإعلام لذلك يعني ربما الكثير من الناس يجهل هذه المعلومة أعود إليك دكتور تامر أنا إذا وضح عن كيفية أتخنى الملف طبعا لا بس هذه السنة مهمة جدا طبعا المركز عمل عليها لمدة سنة خبراء أجانب ومن داخل بالتعاون مع وزارة الثقافة يعني القائم على هذا الأمر في العتبة هو مركز الدراسات نعم وتحمل جميع نفقات إدخال هذا الملف طبعا حضر وفد من المركز مثل العتبة ووفد من وزارة الثقافة أيام الوزير الراحل الحمداني عبد الأمين الحمداني في سنة 2019 تحديدا في شهر كانون الأول تم إدخال طبعا إحنا مردنا منطرحنا موضوع زيارة الأربعينية البعض أشار قال أن زيارة الأربعينية هي أقدم من الأمم المتحدة اللي أنتو تريدون تنضمون له فاقترح صار اقترح أن ننضم عنصر واحد والآن العنصر الكرم وضيافة في زيارة الأربعين نعم في التراث الغيرمادي في منظمة اليونسكو يعني تم تثبيت هذه تم تثبيتها والآن موجودة هسا إن شاء الله أزودك بالوثيقة اللي صدرت من اليونسكو واللي كان اجتماع موجود في كولومبي والآن لن نعمل على إضافة عنصر آخر في اليونسكو وهو يعني بعض الشعائر اللي تخص مثلا القصائد وغيرها اللي تتردد فيه يعني المسأل تحتاج إلى إنضاج أكثر طبعا المشروع لأنه بيشهادات وبيأخذ رأي من جميع فصائل يعني من جميع شرائح المجتمع تم مونيكو يعني إذا كان لديك إضافة فيما يخص أهداف المؤتمر أهداف المؤتمر طبعا ننضمنها وهو تخصص الدكتور هو شون أو كيفية أو إمكانية الاستفادة التكنولوجيا خصوصا الآن الذكاء الاصطناعي وهندسة الذكاء الاصطناعي كيفية الاستفادة من هذه التكنولوجيا في خدمة الزيارة الأربعينية يعني هذه نرجعها في الحديث إن شاء الله لدكتور فيصل ولكن هدف آخر نعم هدف تسليط اهتمام الباحثين على قضية الحشود المليونية ظاهرة الحشود المليونية طبعا أحد البحوث يمكنني العام هو طب الحشود مثلا تفويج الحشود وآخر لذلك أيضا المركز الآن أو هذا المؤتمر العفو هذا العام وضع محور كامل هو يناقش الحشود المليونية طبعا بعد التواصل مع أساتذة عدة في جامعات عالمية وجدنا أنه هناك يعني علم خاص بالحشود يعني مثلا التنظيم في عاليات رياضية حشود خمسين ستين ألف يحتاج التنظيم الحفلات الغنائية مثلا في أوروب وغير لذلك احنا زيارة مليونية وتتجاوز العشرين مليونية وضعتم له أسوس وإن شاء الله هذا العام استقبلنا بحث وهذا العام إن شاء الله وسنستضيف خبراء وأساتذة من جامعات عالمية مختصين بالحشود المليونية لطيف دكتور فيصل بعد الفصل أكون معك لإضاءة مسألة في غاية الأهمية كيفية الإفادة من التكنولوجيا خاصة فيما يخص الانتصالات أو التكنولوجيا أخرى للزائرين كيف ينتفعون منها بعد الفاصل أكون معك إن شاء الله فاصل قصير وأخير أحبتي المشاهدين ثم نعوده إليكم أهلا بكم أحبتي المشاهدين إلى الجزء الأخير المتبقي من هذا الحوار في برنامج لا إكراه المؤتمر العلمي الدولي الثامن لزيارة الأربعين هو محور هذه الساعة من برنامج لا إكراه مع ضيفي العزيزين دكتور تامر ودكتور فيصل أيضا نبدأ معك في هذا الجزء كيفية إفادة الزائرين أو استفادة الزائرين من التكنولوجيا الآن دفضل شكرا جزيلا دكتور حياتا العام أجرينا دراسة على كيفية يعني قراءة البيانات من الحشود طبعا عدنا إحنا وسائل كثيرة اللي هي صور الأخمار الصناعية أو الصور الجوية أو حتى الصور الكاميرات الاعتيادية لكن رحنا إلى فد اكتشفنا أنه أو وجدنا أنه أكبر فد منتج يعني ينتج في الصين وفي كل دول العالم اللي هو سوار يلبس يعني في معصم راحة اليد هذا يقرأ البيانات يقرأ يطيك بيانات عن الزائر عن موقع يقرأ بيانات عن حتى حالة الصحية ويلبس لمرة واحدة وعندما يمر الزائر من خلال النقاط معينة سيرفس بوينت ينقل هذه البيانات يعني لهذا الزائر طبعا ويحافظ على سرية صاحب السوار كل فتاة هذا السوار يعني بالسنتات تقريبا 0.6 أو 0.7 سنت موجود بالإمكان بحيث إحنا طلبنا أنه توفير مثلا فد ألف معصم حتى نشوف نحلل الحالة الصحية نحلل يسموها تتبع الحركة هل هي حركة عشوائية أم حركة هذا كله يساعدنا في التنبؤ بحركة الزائر بالمستخبل جميل عمر الزائر كم كان هذا ما زال كمشروع أو دخل في التنفيذ هذا لا زال كمشروع إحنا تواجهنا قضية التمويل يعني لأن إرادة لمبلغ مبلغ ليس بالكثير يعني تقريبا 10 ألاف دولار أو 15 ألف دولار حتى ننفذ هذه التجربة إن شاء الله هذه السنة نحاول بإذنه تعالى أن ننفذها على أرض الواقع هذا يهدف إلى ماذا يهدف إلى أنه مثلا رح أطي في المثال الآن الحجاج عندما يذهبون إلى الديار المخدسة في السعودية مكة عندما يعود يمرضون إحنا كنا ذهبنا رحنا ورجعنا وشفنا هذه الحالة الغريب أنه في الزيارة المليونية اللاحظ القضية يعني الأمراض تختفي فيه عندما يسير هذه طبعا عن تجارب وعن توثيقات إحنا عندنا العلوم الطبية موثقين هذه الحالات أنه أمراض سرطانية تختفي نتيجة السير هذه أولا اللاحظ أنا عندي يعني أخويا عندي أخوان اثنين يمشون من بغداد إلى كربلاء ذهابا تقريبا وعودة ليست بالقصيرة تقريبا ميت كيلومتر ألاحظ أنه حالتهم الصحية جيدة مفاصلهم يعني كل كل بدنهم هو جيد يعني تداخل أكثر من عنصر مثلا كما أشرتم مثلا فائدة المشي وأيضا المسألة لا تخلو من عنصر غيبي أعود الكلام إلى دكتور ثامر يعني هناك أكثر من لجنة موجودة في المؤتمر لجنة تنسيقية ويوجد أيضا لجنة علمية ولجنة تحضيرية ولجنة علاقات وإعلام أولا ما المعيار في اختيار أو تحديد هذه اللجان قبل أن أأتي إليها نعم أنا حبيت أضيف هدف أخير وقت تفضل نعم اللي هو أنه المركز ينفرد بقضية أنه علم الاجتماع زيارة الأربعين وهذا طرق قبل خمس سنوات ونلعام الماضي المؤتمر السابق وهذا المؤتمر أسسنا لعلم اجتماع الأربعين اللي يدرس السلوكيات وفعاليات الفرد والمجتمع تمام بالإضافة أنه طبعا هو جزء من علم اجتماع الدين هذا متى انبثب يعني العام الماضي في المؤتمر العام الماضي والآن في هذا المؤتمر وضعنا محور كامل يخص علم اجتماع زيارة الأربعين يعني جاءت إليكم بحوث إن شاء الله طبعا العام الماضي استكتبنا وجتنا بحوث من خارج العراق أحدها كان من يعني أحد الباحثات اللبنانيات والآن أيضا فاتحنا أكثر من قسم اجتماع في العراق في الجامعة المستنصرية كلية الأداب والجامعة بغداد كلية الأداب اللي بيها أقسام علم الاجتماع والإنتربالوجيا ورحبوا بالفكرة ولديهم وسيزودون بأبحاث تخص طبعا علم اجتماع الأربعين هو مثل ما تفضل إنه يدرس سلوكيات الزواء كل شخص ذهب للزيارة وعاد تغير سلوكيته أو غيرها كل هذا يدرس طبعا عبر بيانات وحصاءات المركز فاتني أن أذكر إنه مجاميع بحثية يعني دائما في كل سنة يضعها على مداخل الكربلا بغداد كربلا بابل كربلا ما دور هذه المجامية؟ توزيع مجموعة من الاستبانات على الزوار أو اللي طبعا الجالسين للراحة أو اللي يأتون مشي إلى كربلا بيها مجموعة من الأسئلة طبعا فيها الجانب الفكري الاجتماعي درجة الاستجابة الاستجابة عضل الدكتور يعني ممتاز أنت تعلم ربما العديد من الناس يحزف عن مملاء مثلا استمارة الاستبيان نعم لكن هو ذاهب للزيارة وماشي ربما هو متعب وتأتيه كما قلتم جامعة بحثية تعطيه صورة أو تعطيه ورقة فيها استبيان درجة الاستجابة درجة التفاعل طبعا الاستبانة بثلاث لغات العربية والفارسية والإنجليزية اللي يوزعون هذه الاستبانات أو هذه البيانات هم متخصصين أما طلبت دراسات عليا أو طلبت جامعات أو بإشراف أساتذة أكاديمية طبعا مثل ما تفضلت أنه الزائر تعبان نحن طبعا نذهب له بأسلوبنا ونطرح عليه إذا ما كان يقدر يقرأ ويكتب نطرح عليه مجموعة من الأسئلة وعليها الإجابات وهو اللي يختار وإحنا أيضا إن واتقل فيما يخص اللجان التنسيقية والعلمية اللجان أول شيء السادات يعني تناظر الأسماء متنوعة من جميع الجامعات العراقية توازن هناك نعم جميع التخصصات لأننا على المحاور اللي يتخص المؤتمر عندنا محاور يخص العلوم الإنسانية مختصين في اللجان العلمية في هذا المجال يعني يصبح مخاطبة الجامعات مثلا للتفضل بترشيح نعم ترونه مناسبا أو عن طريق المركز بحكم أنه عندنا تجربة مع هؤلاء الأشخاص أو هم أعضاء في المجلس الأكاديمي اللي يتفضل أنه 14 جامعة هي من ضوية تحت لواء المجلس الأكاديمي نعم ولقوات الجامعات أيضا موجودة في نهاية نعم يعني فاثني أن أذكر أنه الزميل الدكتور صادق نعم عضوا فيه يعني هو من أصحاب الخير من أصحاب الخير من أصحاب الخير بل هو رئيس لهذه اللجنة الدكتور صادق جاسم الصحن وهو مدير مديرية البحث والتطوير طيب فيما يخص الباحثين من الخارج دكتور نعم يعني هذه الدورة أو هذا المؤتمر الثامن هل تمت أسماء مميزة تم دعوتها إن شاء الله فاتحنا أكثر طبعا لا بس بذكر النماذج إذا كانت لديك طبعا فاتحنا أكثر من جهة فيما يخص مثلا بعض التشكيلات الدينية في أوروبا مثلا المجلس الأوروبي لزعماء الدين ولي مركزه بالنروج مركز اللقاء الإنساني اللي فيه إيطاليا منتدى الحوار طبعا زيارة الأربعين الجزء الأكبر منه هو حواء التعايش السلمي نعم حواء الأديان نعم بالفعل خاطبنا أيضا الأديان من أجل السلام في أوروبا العام أكثر من قس وأسقف زار مدينة كربلا بفضل الدعوة اللي هو أكثر من سبع شخصيات على مستوى عالي من أوروبا حضره يعني أيضا خاطبنا بعض الأساتذ المتخصصين في الذكاء الاصطناعي وهم رموز يعني على سبيل المثال مثلا ماكس ويلنك اللي هو أستاذ الهندسة الذكاء الاصطناعي في جامعة أمستردام تمام مثلا ماك بوليفيس اللي هو في محة زيورخ التقني مثلا ماجا بانتيك اللي هي أستاذة الهندسة في كلية في بريطانيا واللي تخصصها الحوسب العاطفية والسلوكية يعني حاولنا أنه أيضا استعانينا أو خاطبنا أو عبر الإيميل طلبنا من بعض الأساتذة في مجال البيئة وغيرها والمناخ وغيرها يعني هناك تنوع في الدعوات وأكثر من أستاذ مثلا القس أولاف تيفت اللي هو طبعا نرويجي وهو الأمين العام الأسبق لمجلس الكنائس العالمي مثلا وجهنا دعوة إلى المفتي الأكبر في جمهورية البوسنة والهرسك وهذا الرجل إلى دوق جدا كبير أبان انتهاء الحمد أترك لك الدقائق الأخيرة لإتمام هذه القاناة يعني أنا بحاجة إلى أن يعرف المشاهد طبيعة الضيوف دكتور سؤال ما المميز والجديد بنسخة المؤتمر هذا التي تميزها عن المؤتمرات الساغقة شكرا جزيلا دكتور صحيح لي أن أبطيك في تخضيتين نحن أولا ندعو إلى أن تعتمد هذه نحن نعرف أكو أعمال تطوعية يعني الزائرين 20 مليون والمتطوعين لخدمة هؤلاء الزائرين 5 مليون أو أكثر تمام في كل جامعات العالم والأقليمية في الموضوع اسمه برامج الخدمة التطوعية الإلزامية لطالب الجامعة وحتى الطلاب الثانوية نعم صحيح إحنا عندنا طالب الجامعة يديروح يخدم بشكل تطوعي في هذه الزيارة لكن إحنا نطلب يعني نلتمس من وزارة التعليم العالي الموقرة أن تشرعن هذه الخدمة يعني مثلا 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 في الجامعة الأردنية الآن توجد 34 ساعة عمل تطوعي يطالب بها طالب الجامعة خلال الأربع سنوات طبعا متفرقة من برنامج محدد هي ترسم الجامعة طيب فقط للإيضاحة يعني هذا المقترح لا أن يتم شرعنة هذه الخدمة لطلاب الجامعة لزيارة الأربعين إنما تكون منهاجا عاما يعني مو فقط في هذه المناسبة مناسبات وطنية هذه المناسبة نعم لا بس أن نسوق هذا الكلام إلى وزارة التعليم العالي لمن يهمه الأمر أسوة من الجامعات الأخرى والدول الأخرى التي تقوم بتخصيص عدد من الساعات بأن يقوم بها الطلاب بعمل أمور طوعية خدمية أكمل الدكتور عضرا شكرا جزيلا اسمح لي أن أتلو على جنابكم الكريم على السامعين نحن عدنا بالحقيقة عدنا جانب العلوم الطبية عدنا جانب العلوم الهندسية عدنا جانب العلوم التكنولوجية وعدنا تطبيقات الذكاء الصناعي هذا طبعا كلها محاور بالإمكان الباحثين أنه يوجد موقع طبعا رسمي للمؤتمر بالإمكان الباحث أن يدخل على هذا الموقع ويطلع على تفاصيل أكثر تخص هذه الاتصالات عدنا الطاقة النظيفة عدنا حتى في مجال تحليل وتحسين تجربة الزائرين يعني إحنا صارت تجربة مثلا نريد أن نستثمر هذه التجربة حتى نطورها يعني ممكن أنه نحسن هذه التجربة والتجارب لفعاليات أحداث أخرى ليس فقط الزيارة الأربعينية الزيارة الأربعينية أعتقد أنه توفر فرصة ثمينة جدا أنه إحنا كباحثين لأجل تطوير الواقع المجتمعي العراق لطيف دكتور ثامر الدقائق الأخيرة لك هي دقيقة أو دقيقتان حرتان يعني ماذا تريد أن تقول تضيف بشكل عام تتحدث طبعا زيارة الأربعين مجتمع الأربعين نقدر نسمي والكثير من الناس من داخل العراق وخارجه وأنا أعتبر أفضل بيئة أفضل بيئة أنه يمكن للعراقين أو خصوصا للباحثين استثماره استثماره بشكل إيجابي لأن هذا المجتمع هو متعدد الطوائف متعدد الجنسيات متعدد القوميات بالإمكان الاستفادة واستغلال هذه التجمعات العفوية وكذلك أنه بالإمكان الاستفادة من هذه الطاقات بعد انتهاء الزيارة طبعا على المستوى السلوكي وغيره المجال ما كان يعني الساعة اللي يعني مضت بساعة أنه هناك يعني تغييرات سلوكية على الأفراد وغيرها يعني قبل الزيارة ويعني فيما بعد الزيارة أنه الشر الكثير من الباحثين التطور اللي داي يصير في الزيارة اللي كل سنة عن السنة الأخرى قضايا الكثير منها مثلا تعاني منها الزيارة الأربعينية كمشاكل التفويج وغيره هاي كلها الآن احنا خليناها في الحسبان وبدأنا نضع لها العلاجات بفضل طبعا النظرة للعتب الحسينية ولمركز كربلاء للمستشارين وللأساتذ طبعا من هذا المنبر ندعو الباحثين من داخل العراق وخارج العراق للكتابة في محاور هذا المؤتمر خدمة طبعا للعلم وخدمة للقضية اللي احنا نكتب بها خضية الإبوام الحسين كذلك خدمة في شيء بسيط للإمام الحسين وكذلك للعراق فتستحق أن الواحد يكتب في محاور هذا المؤتمر وأشترك معك في هذه الدعوة للباحثين من ضرورة المشاركة والكتابة في هذا المؤتمر شكرا جزيلا للأستاذ المساعد الدكتور ثامر مكي علي وهو مستشار في مركز كربلاء للدراسات التابع للعتباء الحسينية المقدسة وشكرا جزيلا أيضا للأستاذ الدكتور فيصل غازي وهو عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر أحبتي المشاهدين نحن في شوق إن شاء الله للمشاركة ولمتابعة هذا المؤتمر الدولي العلمي الثامن لزيارة الأربعين والذي سيكون تحت شعار زيارة الأربعين نحو مقاربات عالمية للإنسان والحضارة لنا معكم لقاء وحلقة جديدة وبرنامج لا إكراه في أمان الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر